المسلسل التاريخي الشهير بمسلسل يوسف الصديق هو مسلسل إيراني تم انتاجه منذ سنة 2005 واستمر تصويره حتى سنة 2008 وهي السنة التي عرض فيها المسلسل من بطولة عدد من ممثلين إيرانيين حققوا شهرة كبيرة بمشاركتهم في هذا المسلسل الرائع والذي يحكي سيرة أجمل نبي من أنبياء الله يوسف عليه السلام تعالوا معنا لنشاهد كيف أصبح أبطال مسلسل يوسف الصديق بعد 17 سنة من عرضه ولا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في القناة الممثل الإيراني محمود باك نيت هو من مولد عام 1852 بدأ مشواره الفني منذ عام 1862 لعب دور سيدنا يعقوب عليه السلام ويعد هذا الدور من أشهر أدواره حتى اليوم الممثل الإيراني أردلان شجاع كاوا هو من مولد عام 1862 بدأ مشواره الفني منذ عام 1880 لعب دور سيدنا جبريل الذي يهبط بأمر من الله على النبيان يعقوب ويوسف عليه السلام ليبلغهما أوامر الله الكاتب والمخرج والممثل الإيراني فرج الله صلح شور هو من مولد عام 1852 بدأ مشواره الفني كممثل في فيلم توبة نصوح سنة 1982 لعب دور ملك الموت وهو الذي أخبر النبي يعقوب أن ابنه يوسف ما زال حي توفي فرج الله عام 2016 بعد معاناة مع سرطان الرئة الممثل الإيراني الشهير في الوطن العربي جعفر دهقان هو من مولد عام 1660 بدأ مشواره الفني منذ سنة 1775 وما زال حتى اليوم لعب دور بوتيفار عزيزة مصر الذي يشتري سيدنا يوسف عليه السلام الممثل الإيراني المعتزلة كتايون الرياحي هي من مولد سنة 1961 بدأت مشوارها الفني في فيلم الواشي سنة 1987 وأعلنت اعتزالها الفن سنة 2010 لعب الدورة زليخة التي تعشق سيدنا يوسف عليه السلام الممثل الإيراني مهونس باركان هي من مولد عام 1660 بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1977 وهي زوجة الممثل محمود باكنيت الذي لعب دور سيدنا يعقوب لعب الدورة خادمة زليخة كالي ماما التي تكره سيدنا يوسف وتحقيد عليه الممثل الإيراني سيروس كوهوري ناجاد هو من مولد عام 1663 بدأ مشواره الفني منذ سنة 1975 لعب دور نيمي سابو في مسلسل يوسف الصديق واشتغر كثيرا بهذا الدور الممثل الإيراني مصطفى زماني هو من مولد عام 1882 بدأ مسيرته الفنية في مسلسل يوسف الصديق سنة 2005 ويعد دور يوزارسيف من أشهر أدواره حتى اليوم ومع أنه مثل الكثير من الأعمال بعد مسلسل يوسف إلى أنها لم تلاقي نفس النجاح مسلسل يوسف الصديق الممثل الإيراني علي طالب لو هو من مولد عام 1669 بدأ مسيرته الفنية في المصرح منذ سنة 1880 لعب دور هونيفر كبير الخدم في قصر بوتيفار الممثل الإيراني جهان بخاش سلطاني هو من مولد عام 1951 بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1878 اشتهر بدور أمن حوتي بالثالث الذي يكره كهنة معبد آمون الممثل الإيراني بروانا معصومي هي من مولد عام 1945 بدأت مسيرته الفنية منذ سنة 1880 لعب الدور السيداتي زوجة أمن حوتي بالثالث الممثل الإيراني أمير حسين مدرس هو من مولد عام 1770 بدأ مشواره مع الفن منذ سنة 1895 لعب دور ساق الملك بيناروس الممثل الإيراني ريضا رضوي هو من مولد عام 1964 بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1882 لعب دور رئيس حراس قصر الحاكم غورن هوب الفنان حسين جعفري هو من مولد عام 1992 بدأ مشواره الفني صدفة عند اختياره في مسلسل يوزر سيف سنة 2005 وهو ابن خالة الممثل مصطفى زماني لعب دور سيدنا يوسف في مرحلة الطفولة الممثل الإيراني محمد جواب طاهري هو من مولد عام 1970 بدأ نشاطه الفني منذ سنة 1986 بأدوار صغيرة اشتهر بدور مالك بن زعر الذي يبيع نبي الله يوسف عليه السلام الممثل الإيراني إلهام حميدي هي من مولد عام 1977 بدأت مشوارها الفني منذ سنة 2001 لعبت دور أسينات زوجة النبي يوسف عليه السلام الممثل الإيراني رحيم نوروزي هو من مولد عام 1967 بدأ مشواره الفني منذ سنة 1996 اشتهر بدور أخناتون مالك مصر الممثل الإيراني ليلا بلوكات هي من مولد عام 1981 بدأت مسيرتها الفنية منذ سنة 1999 لعبت دور نافرتيتي زوجة أخناتون الممثل المخضرم عباس أميري هو من مولد عام 1943 بدأ مسيرته الفنية في المصرح منذ سنة 1975 يعد دور ألخماه كبير كهنة محبد آمون من أشهر الأدوار التي قدمها توفي الفنان عباس أميري في حادث سيره سنة 2011 رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الممثل الإيراني ناصر فروق هو من مولد عام 1950 بدأ مسيرته الفنية منذ سنة 1981 لعب دور خوفو وهو من كبار كهنة معبد آمون توفي الفنان ناصر فروق سنة 2013 بعد معاناة مع مرض سرطان ثابت رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الممثل الإيراني محمد علي ساربان هو من مولد عام 1948 بدأ رحلته مع الفن منذ سنة 1977 لعب دور مستشار الملك أمن حوتيب الثالث وأخناتون موسيقى موسيقى موسيقى